تحياتي النهاردة هكلمكم عن الفيلسوف الفرنسي رينيدي كارت وكيف أثبت وجود الله هديكم في الأول نبز عن حياته رينيدي كارت فيلسوف وعالم في الرياضيات والفيزياء ويلقب بأبو الفلسفة الحديثة وكثير من الأطرحات الفلسفية الغربية أخذت من أطرحاته والتي ما زالت تدرس حتى اليوم خصوصا كتابه تأملات في الفلسفة الأولى الذي يدرس في كل كلية الفلسفة كما أن لديكارت تأثير واضح في علم الرياضيات فقد اخترع نظاما رياضيا سمي باسمه وهو النظام الإحدثيات الديكارتية الذي تشكل النواة الأولى للهندسة التحليلية ولذلك فهو يعتبر من الشخصيات الرئيسية في تاريخ الثورة العلمية ولد الفلسفة الفرنسي ديكارت في 31 مارس 1596 وتوفي 11 فبراير 1650 عن عمر يناهز 53 العام وديكارت هو الشخصية الرئيسية للمذهب العقلانية في القرن السبعتاشر الميلادي وهو أيضا صاحب المقولة الشهيرة أنا أفكر إذن أنا موجود يعتقد ديكارت أن الله يشبه العقل من حيث أن الله والعقل يفكران ولكن ليس لهم وجود مادي أو جسمي حسي إلا أن الله يختلف عن العقل بأنه غير محدود وأنه لا يعتمد في وجوده على خالق آخر ويقول أنني أدرك بجلاء ووضوح وجود إله قدير وخيل لدرجة لا حدود لها ومن العجيب أن مزها بالشك الديكارتي لم يصل بديكارتي إلى الإلحاد بل كان مؤمن بوجود الله ولكنه مع ذلك أوصل كثيرين إلى الإلحاد بسبب طبعا فلسفته اللي كانت تعتمد على الشك في كل شيء يعني بالرغم أنه كان مؤمن بوجود الخالق لكن الفلسفة اللي كان بيستخدمها طبعا فلسفة الشك الديكارتي طبعا كثيرين ألحد بسببها طبعا ولم يكن ديكارت أحد هؤلاء الفلسفة الذين حاولوا أن يبرهنوا على وجود الله عن طريق الكون وهذا العالم الشاسع بل زعم أن معرفة الله هي التي توصلنا إلى إدراك هذا الكون أو هذا العالم الطبيعي فهو لم يحاول أن يستخدم الأرض للصعود إلى السماء بل استخدم السماء للنزول إلى الأرض فهو لم يستشهد بالكون على وجود خالقه ولكنه استشهد بالخالق على وجود مخلوقات وبرهن الفيلسوف الفرنسي ديكارت على وجود الله عن طريق سلاسة براهيم البرهن الأول وفيها يقول ديكارت أني كائن ناقص لأني أشك والشك مظهر من مظاهر النقص وما كان لي أن أعرف أني ناقص إلا إذا كانت لدي فكرة عن الكمال المطلق ومهما حاولت أن أصل للكمال فهو كمال ناقص لأنه محدود إذن فهذه الفكرة لم يضعها في داخلي إلا موجود كامل لا متناهي وهذا الموجود اللا متناهي هو الله نحاول ننكس في كل برهن لأنه برضو ده فيلسوف فكلامه يعني إيه؟ في جزء من الفلسفة وعايز تركيز البرهن الثاني وفيه يكمل ديكارت كلامه ويقول وإذا كنت موجودا ناقصا وفي ذهني فكرة عن الموجود الكامل فما هي علة وجودي إذن؟ لا أستطيع أن أتصور أنني خلقت نفسي بنفسي وإلا لو هبتها كل أصناف الكمال وبرأتها من كل ناقص إذن فخالقي كامل وهو علة وجودي يعني الخالق هو سبب وجوده البرهن الثالث وفيه يقول ديكارت إذ كان الله هو الكائن الكامل وكان الوجود كمال فالله إذن موجود فديكارت يرى أن ماهية الله أو فكرة الكائن الكامل يستلزم بالضرورة الوجود الخارجي ومن هنا يتضح أن البرهن على وجود الله عند ديكارت غاية ووسيلة في نفس الوقت غاية لأن العقيدة الصحيحة لا تتحقق بدونها ووسيلة لأن ليس سمة يقين إلا ما بني على وجود الله فالله هو الكائن الكامل اللا متناهي عند ديكارت طبعا دول الثلاث براهين اللي أثبت فيهم ديكارت بوجود الخالق طبعا أنا يعني أحب أنكم تسمعوهم بتركيز لأن كل برهن طريقته في الكلام فيها جزء من الفلسفة فأنت حاول اسمعها مرة واثنين وثلاثة هتوصل لك الفكرة يعني هقول لكم برضو أشهر أقوال ديكارت لأن ليه أقوال جميلة جدا ويعني اللي يمشي عليها ممكن ان تفيدوا جدا في حياته أول مقولة بتقول إذا أردت أن تكون باحثا مخلصا عن الحقيقة فمن الضروري أن تشك في كل شيء لأقصى درجة ممكنة على الأقل مرة واحدة في حياتك الشك هو أصل الحكمة لأنها تجعلك ترى ما لا يراه غيرك يعني هو برضو حتى في أجمل أقواله برضو بيطالب الناس أنها تشك في أي حاجة حتى تصل للحقيقة افعل ما يسعدك فالأيام لا تعود ودي حقيقة الزمن القصير طبعا لكي تعرف ما يفكر فيه الناس حقا عليك أن تنتبه لما يفعلونه وليس ما يقولونه لا تصق بالبدايات فأصدق الكلام يقال في اللحظة الأخيرة كلام منطق طبعا من أكبر أخطائنا أننا نفترض بأن الأشخاص الآخرين يفكرون بنفس طريق التفكيرين وده طبعا دي حقيقة يعني خطأ كبير أنك أنت تحتقد أن لازم اللي قدامك يفكر بنفس طريق التفكيرك يعني أنا الموضوع ده بواكه في القناة فعلا أن بلقى بعض المتابعين الكرام طبعا مصممين أن أنا أو حد مثلا بيرد عليهم لازم يكون أسلوب تفكيره نفس أسلوب تفكيره وده طبعا غلط لازم نعرف أن إحنا أفكارنا مختلفة وثقافات مختلفة وتعليم مختلف ومستوى اجتماع ومستوى ثقافي مختلف فلازم أن كل واحد يبقى عنده تفكير مختلف عن التاني يعني أتمنى أن ناخد النقطة دي في اعتبارنا أن مش كلنا هنقدر نبقى نفس التفكير يعني الاختلاف ده شيء جميل مش ضروري لما نختلف يعني يبقى فيه زعل أو حد يعني يكفر الآخر بلاش الكلام ده يعني كل واحد يحترم الاختلاف اللي عند الآخر ومن أقواله برضو لكي يتوصل المرء إلى الحقيقة ينبغي عليه مرة واحدة في حياته أن يتخلص نهائيا من كل الأراء الشائعة التي تربى عليها وتلقاها من محيطه وأن يعيد بناء أفكاره وبشكل جزري من الأساس هنا طبعا ديكارت بيطالب أي إنسان بيبحث عن الحقيقة أو بيبحث عن اليقين أنه لازم يتخلص من الأراء الناس المحيطة حوله لأن الأراء دي بتأثر على تفكيره العقلاني بتأثر على أنه يوصل للحقيقة لأنه هو كده بيتأثر بمورثات طالما في مورثات تدخلت في عقله هو كده مش هيعرف يوصل للحقيقة لازم يخلي عقله محايد عشان يعرف يوصل للحقيقة أو اليقين اللي هو إيه بيبحث عنه يعني أنا جبت لكم شوية أقوال يعني من أجمل أقواله هو فيلسوف كبير طبعا أنا يعني جبت لكم حاجات بسيطة عنه لكن هو طبعا ممكن أعمل حلقات كتير عنه يعني دي كانت حلقة النهاردة أتمنى أنها تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطبع مساءكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر